السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنشتغل السلايد اللي جاي في امتحان البارا هم مشروحين في 3 ورقات وهم 27 سلايد مش كتير يعني ان شاء الله هنصورهم في الاخر ونعرضهم عشان لو حد حب يبص عليهم قبل الامتحان او كمراجعة او كده تمام؟ هيسألك ازاي؟ هيجيب لك الصورة اما يقول لك identify او يقول لك label يعني ايه الحاجة اللي هو مشاور عليها دي هنتكلم ان شاء الله في الحاجة دي النار ده تمام؟ طيب نبدأ اللهم اطلق لساني واخنص شيطاني ولا تجعل حديثي هذا حديثي ريائن ولا سمعة واجعله ابتغاء مرضاتي وجهك الكريم اول السلايد عندي النار ده هي السلايد دي اللي هي ايه؟ الانتروبياس فرميكولاريس ميل عرفت ان هي انتروبياس فرميكولاريس من الدايرة اللي هو اللي هي موجودة هنا دي اللي هي عبارة عن ايه؟ مفروض ان احنا لو رسمناها كروكي كده فتظهر كده اللي هي عبارة عن تبقى كأنها اسطوانة اسطوانة من فوق يبقى الكاليندريكل وبعد كده بتنتهي بانتفاخ اللي هو الكلاب فعلى بعضها بنسميها دابل برد اصافي جسد تمام؟ هذه حاجة الحاجة اللي بعديها ان انا قلت ميل ليه قلت ميل؟ لان انا لو بصيت على هلاقيها ان هي كيرفد تمام كده بس لو جيش هورلي على هنا في الحتة دي كده وقال لي فانا ممكن اقول ان ده ايه؟ سبيكيول ده المفروض ان هو كان عبارة عن ايه؟ سبيكيول ده كان بيبقى موجود في الميل بس وكان بيبقى ستركشر الميل بيعمل بيه فكسيشن للفيميل تمام؟ كده ايه؟ كده ان شاء الله يبقى السلايد تمام؟ الحاجة اللي بعديها ان عندي الفيميل بتاع الانتروبياس المفروض برضو عرفت انها هي انتروبياس عن طريق الدبل بلد اسوفيجس وعرفت انها في ميل لما بصيت على لقيت انها ايه؟ كان الانتروبياس بتاعتي بتبقى ايه؟ تبقى شبه الدبوس كده غير كده ممكن يسألني ايه زيادة زيادة ممكن يسألني على ان الانتروبياس والميدل هيبقى الفتحة دي هنا هيبقى اقول عليها ان دي ايه؟ الفولفا الفولفا المفروض ان هي لو رسلناها هنا كروكي على جند فلو دي الفولفا المفروض ان كان ايه اللي يفتح فيها الفوجاينة والفوجاينة كانت متوصلة بايه؟ متوصلة باليوترس اليوترس ده عمل يعني كأنه يعني كأنه مقسوم حتتين تمام؟ ايه تانين؟ اللي ممكن كمان يجي يقول لك عند الانتروبياس الميدل والبوستيرير هتلاقي ان عندك فتحة الايه؟ الاينس الاينس دي المفروض تفتح فيها ايه؟ الانتستينال الانتستينال سيكا او القط خلاص يبقى كده ده بالنسبة للفيميل غير كده ممكن كمان يجي يسألك يعملك هنا بس هتبقى صورة اوضح من كده وهعرضها لكم في الاخر ان شاء الله بيبقى عندي عندي فوق يعني فوق خالص يعني ناحية الدبل باب دي صوفيجس يعني مش من ورا هتلاقي هتلاقي بتاعتين كده طالعين من الجنب فدول بيقولوا عليهم الكفالك ايه ليه؟ كفالك يعني اقرب للراس فوق بعدين ايه ليه كانهم جناحين يعني كانهم يعني بروز طالع من فوق انما علينا يبقى دي كفالك ايه ليه تمام؟ يبقى ده بالنسبة ليل في ميل غير كده بعدين عندي ممكن بيبقى يسألني على السلايد دي اللي هي اسمها طب عرفت انا ازاي؟ طب عرفت انا ازاي؟ مفروض ان انا لا قلت ان دي الانتروبياس دي الادلت والعادلت وورم وانا لو جيت اتعطاها من هنا اللي فهي هسوف المنظر ده انا ايه اللي هيعرفني ان دي انتروبياس المفروض ان هي اللي هي موجودة في التشو اللي هي موجودة في اللارج انتستان عندنا في الامتحان اللي جيدة هم تلاتة هنعرف نفرق بينهم بزي في الاخر بس نعرف الانتروبياس بس الأول دلوقتي هتلاقي ان انت طالع لك زي شكتين طلعين من الجنب كده اللي دول بيقولوا عليهم طالعين من الجنب ليه كيوتيكل كيوتيكل ده بالنسبة لك زي يعني اخر اللي هي طبقه خارجيه بالنسبة للورم فاسمها كيوتيكل وبعدين ايه؟ علشان هي حتة برزة يعني ما هياش واخد نفس السمك بتاع الهولي تمام يبقى خلاص كده ايه بالنسبة لترانسفيرسيكشن بعدين نبدا نتكلم عن الاج بتاعة الانتروبياس المفروض ان هي يتبقى دي شيب لو تسألت عليها من جوة كده فهقول ان دي عبارة عن ايه هقول ان دي اللي جوة دي عبارة عن الماتيور لارفا تمام وبعدين ايه ايه تاني ممكن نتكلم فيك اه لو جايسالك على البتاعة دي لعبارة عن ايه خلاص يبقى ده بالنسبة لالاج بتاعة الانتروبياس وكده ان شاء الله احنا مغطينا كل حاجة يبقى غطينا الادلت الادلت ميل والادلت في ميل والترانسفيرسيكشن الموجودة في الابندكس وكمان الاج بتاعة الانتروبياس نبدا نتكلم عن الحاجة التانية اللي هي اول حاجة نتكلم برضو عن الادلت اول حاجة جينا لقينا دي بتبقى عارف حملة زي الكورباغ فبتلاقي ان في الحتة الحتة دي بتبقى ما تكون دي مكونة من الحتتين حتة بتبقى هكت كا 20 فدي الحتة بتاعة dedic ودى الحتة التانية اللي هي ايه اللي هي عاملة زي الكورباغ بالظبط buddy انا برضو لو مجي اتسائل عرفت ازاي ان هي في ميل عرفت ان هي في ميل لانة وطيري بتاعتها لقيت ان هي straight ما هيش كيرفد ولا حاجة. فخلاص يبدا كده ايه. لو جيت بقى وسيت على الميل هلايه ان انا عندي ايه? هلايه برضو ان هيشبه الكرباء. وعندي فيه البستيرير اند بتبقى ثيكند. والانتيرير اند بتبقى فايعة. ولما اجي بص على البستيرير اند هلايه ان هي ايه برضو موجودة ايه كيرفد. فكده اعرف ان ديت ايه. تمام. ايه تاني ممكن يتقال اهه. لو منيجي ناخد الترانسفيرس سكشن. الترانسفيرس سكشن اللي فيه الترايكوكيفلس ترايكي يوريس اللي فيه الابندكس. هتلاقي ان هي موجودة هتعرف تميزها عن الفوق اللي هي بتاعت الانتيروبياس. ان انت مش هتلاقي مش هتلاقي ان هي لها الشوكتين اللي هم في الجنب دول هتلاقيها لأما عادية مفراش حاجة. وممكن كمان ان انت يشاور لك على البتاع دي. فانت هتقول ان دي عبارة عن ايه? عبارة عن الايج بتاعت الترايكوكيفلس ترايكي يوريس اللي موجودة. والورم نفسها موجودة في الابندكس. او موجودة في الارش انتستان. تمام? الله سيبها ده كده للنسبة ترانسفيرس سكشن. ولو مش فاكر يعني كنت اخدنا القطعة ازاي? ان انا كان عندي برضو دي الادلت وورم. وانا رحت قطعتها كده. فراح اظهر لي المنظر ده. تمام? ايه كمان? لو جينا اتكلمنا على الايج. الايج بتاعت المفروض ان انا عندي لو جيت تسألت عليها. هعرفها ازاي? هعرفها طبعا ان هي ايه? كانت بارلشي بشبه البرميل بالزبط. وبعدين هلاقي ان انا عندي فيه زي كانك حاطت سددتين هنا فوق. اللي ديت اللي اسمهم ذا ميوكويد بلوجز. دي كان ايه? ميوكويد بلوج. اللي هو المحتوى بتاعها بيعبارة عن ايه? عبارة عن ايه? يبقى كده كمان احنا اا اتكلمنا على اتبار اتكلمنا على كل الصور اللي موجودة في الصفحة دي لسه مكلمين دلوقتي على الأدلت الميل والفيميل بتاعة وموجودة في الأبيندكس والأد ونفس الكلام عملنا على الانتروبيس فرماكيولاريس نيجي نتكلم ان شاء الله عن الصفحة التانية اللي عندنا فالمفروض ان ليه صفحة متعلقة بالحب الأولينين دول اللي عبارة عن الموجودة في الارج انتستان مبدئيا انا عندي لو جيب يسألني على السلايد اللي موجودة فيه دي اول حاجة انت هتلاقي ان هي موجودة ببشر لها ممكن تقول الريجيلر او ان هي أوفل شوية بس وتلاقي فيها نيوكلياس واحدة فانت مفروض ان انت لما تلاقي منظر ساي كده مبدئيا نتروفوزايد طالما عندك نيوكلياس واحدة بس تمام وبعدين لقيت ان هو الشكل بتاعك أوفل ما هواش راوندد فتقول ان ده تروفوزايد بعدين نجي للنقطة الليل زي نفرق ده تروفوزايد بتاع ايه بالظبط هاجي ابص للي ايه للنيوكلياس هاجي ابص للي ايه للنيوكلياس بتاعدي عبارة عن ايه هتلاقي فيها central كاريوزوم في النص او central endozoom حسب ازي ما هم عايزين انت بس اقول كاريوزوم وخلص ورايح دماغك وبعدين عندي ايه لو جيت بصيت من بره فحتلاقي ان انا عندي هنا في ايه يعني ايه لو جينا رسمناها بره فحتلاقي ان ايه عبارة عن نيوكلياس توبا كده بس وتلاقي في عندي هنا central كاريوزوم وبعدين هنا ايه اللي موجود يعني الجنب ده عبارة عن ايه fine peripheral كروماتين ده كده بتاع الانتميبة هستوليتيكا ليه ليندكة الانتميبة هستوليتيكا هو كان بيقول لك ان ده عندها ايه عندها central كاريوزوم central كاريوزوم هي دي الحاجة اللي هتحدد لك يبقى لازم تبص على النيوكلياس ولازم تعرف مكان الكاريوزوم فيه عشان دي هتتفرع لك منه وبين حاجة تانية تمام يبقى كده ان شاء الله كل الاسئلة اللي هتتتعلق بيه التروفوزويت بتاع الانتميبة هستوليتيكا نيجي بقى بالنسبة التروفوزويت بتاع الانتميبة كولاي هعرفو ازاي هاجي ابص برضو للنيوكلياس هلاقي ان الكاريوزوم بتاعي موجود ايه موجود اكسنتريك يعني متطرف على الجنب كده وبعدين هلاقي برضو الكروماتين هتلاقيها كورس طبعا ده مش باين قوي بس انت خليك في خليك في الكاريوزوم افضل فبرضو لو جينا رسمناها هتلاقي النيوكلياس هنا فتلاقي الكاريوزوم موجود متطرف على الجنب وتلاقي كمان الجرانيوز عاملة كده تخينها مزاي اللي كنا رسمينهم هناك رفايعين يبقى ده فيما تعلق بالتروفوزويت سواء انتميبة هستولاتيكا او كولاي تعالى ده بقى تفرج على السيست السيست طبعا هتلاقي ان هي راوندد تمام بتبقى راوندد كده مش أوفل زي اللي فوق وبس وبعدين ايه السيست بتاع الانتميبة هستولاتيكا المفروض انيوكلياس عدد انيوكلياس موجودة فيها من واحد لاربعة وبتبقى زي التروفوزويت بالزد برضو لازم تلاقي سنترال كاريوزوم وبتلاقي عددهم من واحد لاربعة الدايرة اللي فوق دي عبارة عن ايه عبارة عن كروماتويد بادي الكروماتويد بادي ده بيقولوا عليه ان هو بار شايب يبقى تاني ايه بيبقى ده بار شايب كروماتويد بادي دمان و دي نفس الكلام بس ديت فيها اتنين نيوكلياس ومعاك لغاية اربعة يبقى عندك واحد اتنين ثلاث اربعة مفيش اي مشكلة طالما عندي هي بدبقى راوندد وبيبقى عندي سنترال كاريوزوم وعندي يبقى ده كله ايه ده عبارة عن السيست بتاعت الانتاميبة ايه هستوليتيجا تمام تعالى بقى نتكلم على السيست بتاعة السيست بتاعة الانتاميبة كلاي هلاقي ان عدد النيوكلياي من خمسة لتمانية تمام وغير كده لو جيت بسيط على السنترال كاريوزوم هو مسواضح هنا قوي بس ممكن هنا يبان فهتلاقي ان هو موجود برضو ايه يبقى تاني يبقى كده بالنسبة لنا لو حبينا نتكلم على السيست بتاعة الانتاميبة لو لقيت عدد النيوكلياي من واحد لاربعة وعندي سنترال كاريوزوم يبقى ده هستوليتيجا لقيت عدد النيوكلياي من خمسة لتمانية والكاريوزوم بيبقى اكسنترق يبقى ده ايه يبقى انتاميبة كلاي وخلاص احنا عرفنا ازاي نفرق بين يبقى التروفوزويت وخلاص كمان ايه السيست نتكلم بقى عن النقطة التانية فيما تعلق بيه البلانتيديم كولاي البلانتيديم كولاي المفروض برضو طالما انا شفت ده شكل اوفل ما هوش سفيريكل يبقى ده على طول ايه تروفوزويت تمام يجي يشاور لي على البتاع اللي هنا ده جوة فهقول ان ده عبارة عن ايه عبارة عن كيدني شيب ماكرو نيوكلياس وفي دايرة هنا صغيرة خالص اللي لو جي يشاور لي عليها فهقول ان ده عبارة عن ايه ده بتاع البلانتيديم كولاي ممكن يشاور لك على الهلام اللي بره ده اللي هو تحس ان هو يعني حاجة ما غبيشها خالص بره اللي فالمفروض ان ده عبارة عن ايه عبارة عن السيليا عبارة عن السيليا بتاعت الانتميبا كولاي ولو شاور لك فوق في الحتة دي يبقى مفروض ان ايه اول حتة فيها فانت ممكن تقول ان ده عبارة عن سايتوستوم سايتوستوم ده اللي عبارة عن ايه اللي هو زي بقه يعني اللي هو المفروض ان هو المouth بتاع البارازاوت ده بتاع البالنتيديام كولايت يبقى ده مفروض خلاص تكلمنا عليه ان هو ده التروفوزاوت بتاع البالنتيديام نجي نتكلم بقى على السيست برضو هتلاقيه ان هي بتبقى rounded وبعدين من الاشدع عوى اللي في النص ده بتبقى rounded وبرضو هتلاقي ان هي فيها kidney shape macronucleus واللي مش باين ده اللي أنا لسه رسمها حالا عبارة عن rounded micronucleus وبرضو دي صورة تانية نفس الكلام يبقى عشانت فرق بين التروفوزيت وفرق بين السيس السيس بالنسبة للبارازايتس بعدين نتكلم إن شاء الله على البرازايتس اللي هي موجودة في الليفر كان عندي ما فيش غير الفاشيولوبسس الفاشيولوبسس إيه؟ الفاشيولة كان عندي الفاشيولة اللي هي وبس وبعدين كان فيه الكلونوركس بس هو في السكاشر ما عارضوش الكلونوركس فمش علينا لعلينا بس الكلام اللي نقوله النهاردة إن شاء الله لو جينا بقى نتكلم على إزاي أنا أفرق بين الفاشيولة دي مفروض إن أقولنا عليها فاشيولة جريجانتيكا ليه؟ علشان حجمها أكبر بس إنت لو حبيت تفرق فعلا هتلاقي إن أنا عندك هتلاقي إن اللاترالبوردرز اللي هم من هنا دولة هتلاقيهم إن هم موازين لبعض يعني مورا روليس هتلاقيهم إن هم موازين لبعض جدا مش هتلاقي إن هم مش زي الهيباتيكا وغير كده مش هتلاقي إن فيه شولدر يعني هتلاقي كأن الراء كأن البتاع اللي هي فوق اللي هي اسمها ذا الأنتيرير كون دي البتاع اللي هي اسمها أنتيرير كون كأنها جاية على خط واحد مع البادي يعني مش هتعرف تفرق قوي خلاص يبدأ أنتيرير كون وهنا ما فيه شولدر اللي ودي طويلة شوية فعشان كده يقولنا عبارة عن إيه فاشيولة جريجانتيكا لما نيجي نتكلم على الهيباتيكا الهيباتيكا ده عبارة عن إيه برضو ده أنتيرير كون بس هالجي لاي يعني مع بعض لو جيت كملت للآخر فهتلاقي منهم مع بعض يعني هيقابلوا بعض في الآخر في النقطة اللي هي تحت دي تمام وبس وبعدين غير كده هتلاقي أن هي فيه شولدر يعني هتلاقي مور أو لس أنه عندك كان فيه زاوية بتتعامل ما بين الأنتيرير كون وما بين اللاتيرال اللاتيرال بورر بتاعها خلاص يبدأ فيما يتعلق به الفاشيولة سواء إيباتيكا أو جريجانتيكا غير كده ممكن نتكلم بقى على بتاعت الفاشيولة بت tungst الحاجة اللي بعد هي هيجيه يسألك على الصورتين دول فالمفروض ان ده عبارة عن إيه عبارة عن ليبتو سيركس سيركاريا. ايه حكاية ليبتو سيركس سيركاريا ده? هو ما فيش ابدا ده كان عبارة عن ايه? بتلاقي ان انا عندي كان في البداية اللي هي موجودة في الليفر. آآ موجودة فين في الليفر? موجودة في آآ عملت ايه? رحت نزلت الاجز. فالاجز نزلت في اللي هي ايه دي. اللي هي ايه? عبارة عن بتاعت الفاشيول. كانت بتبقى ايه ماتيور? بعد كده بتبقى ماتيور. بعدين بتبقى ماتيور. بعدين جمعه في كلمة مصر فانا عندك اول حاجة رقم واحد بيبقى فيه اول ما تبقى ماتيور بيبقى جواها ده اسمه ميراسيديم وبعد كده ايه الميراسيديم ده يروح داخل في اللسنيل بتاعه اللسنيل بتاعه هنعرض صرته برضه في الاخر كان بيبقى اسمه ايه ليمنيا كاليودي ليمنيا كاليودي ده في حالة الجيوجانتيكا وليمنيا الترانكياتيولا ده المفروض انه هو في حالة الهيباتيكا هنعرض صورته ان شاء الله في الاخر معلينا بس ده المفروض انه هو بعد ما دخلت الميراسيديم في اللسنيل اللي خرجت منه في صورة سبوروسيست اللي هو اس وبعدين السبوروسيست ده خرجت منه ايه معلش انا اعتذر ثانيا اركز بس دي المفروض انه انا عندي كتئين ماتيور ايج اول ما بقيت ماتيور بقى فيه جواها ايه ميراسيديم الميراسيديم ده فضل يدور على اللسنيل ضغط لما دخل جواه طالما دخل اللسنيل جواه فيعدي بالتالي مراحل هو كاميراسيديم بعد كده هيتحول الى سبوروسيست بعد كده هتحول للريديا تمام يبقى كل ده هو جدا جوا اللسنيل بعد ما يتحول الى الريديا هيجي يخرج من اللسنيل في صورة الليبتو سيركا السيركاريا الليبتو دي معناها ايه معناها تيل تمام فهلاقي انا لما رجي بص عليه تحت المايكروسكوب هلاقي ان انا عندي في ايه ده عبارة عن سيمبل تيل وده البادي يبدأ اقول عليه ايه اقول الليبتو سيركا السيركاريا وهي نفس الصورة هنا اللي هنا ده عبارة عن البادي وده عبارة عن السيمبل تي بتاع الليبتو سيركا السيركاريا اللي هي اصلا جاية من الى ايه بتاعت الفاشيولة يبدأ فيما يتعلق بالفاشيولة اتكلمنا على الفاشيولة سواء كانت الجايجنتيكا وبعد كده اتكلمنا عن هيباتيكا وبعد كده على اللي هي بتعتبر بالنسبة لي وبعدين على الليبتو سيركس سيركريا وازاي بنعرفها خلاص اتلاقيها سهلة يعني انا بحس ان هي مورة وليس بها المصاصة بس اوكي يعني طيب نكمل ان شاء الله فيديها المفروض ان هي خلاص اخر ورقة خلاص مافيش حاجة تاني بعد كده طيب نتكلم على اول سلايد عندي هنا اول سلايد طبعا في تالت ورقة يعني المفروض ان دي عبارة عن ايه عبارة عن ايه كونوكوكس جرانيلاودس فيميل لا مش فيميل ما كانش فيها ميل وفيميل دي كانت بتبقى كانت بتبقى هرمافرودايت يعني بقى فيها الميل والفيميل سكس اورجنز تمام فلما جيبص عليها لاينا شكلها مميز جدا عبارة عن ايه اللي فوق الحتة اللي فوق ديت اللي هي اسمها السكوليكس وده طبعا داروستيلم والدواير دي عبارة عن سكر وده رستيلم كمان يبقى كده خلصنا من السكوليكس بعدها بتيجي النك بعدين ايه ده ده الماتيور الماتيور سيجمينت مش هنشوف فيه حاجة خالص الحمد لله بعد كده نيجي تكلم عن الماتيور الماتيور ده الماتيور سيجمينت كان بشاوها بتاعة تينية طبعا انا مش وكدين بتاعة تينية كان شكله ازاي هنرسمه تلوقتي حالا بعدين ايه الجرافيت سيجمينت ده اللي هو بيبقى جوها اليوترس واليوترس ده بيبقى جوها الأجز طبعا منلاقي انه الجرافيت سيجمينت ده الواحد واساسا واخد بتاع نص الدودة يعني نص البرزايت كامل بيبقى عبارة عن جرافيت سيجمينت بالنسبة للماتيور سيجمينت لو حب يعني يغلس ولا حاجة فكان بيبقى عبارة عن ايه كان بيبقى عبارة عن بتاع كده كنا بنرسم ايه كنا بنرسم تحت بق وبعدين منخير وبعدين عينين وبعدين طالع مني كده انبوبة ايه ده عبارة عن ايه اللي انا رسمها ده ده اول حاجة البوق ده لها عبارة عن فيتل لين جلانس كان بده بمتكوارة تحت موجودة تحت مش زي البقين كنا شوفنا كذا حاجة بموجودين بيبقى سكترد على شيء على صورة نقط انما ده لها بيبقى يعني بيبقى صولد وموجود تحت النقطة التانية المناخير ده عبارة عن او او تايب العينين دي عبارة عن البيلوبت اوفري تمام وبعدين ده عبارة عن ايه عبارة عن اليوترس بس وبعد كده عندي نجي نتكلم على ده قالك انه عبارة عن فاجينا ومفروض انه تفتح هنا فبفاتحة اسمها the common genital poor طبعا وده مش باين الكلام ده هنا بس لو حبيت تعرف الماتيوري سيجمنت كان في ايه يبدأ بالنسبة ليكونو كوكاس جراني لودس ادي سكوليكس ادي نيك ان ماتيوري سيجمنت مفوش حاجة ماتيوري سيجمنت في المرار اللي احنا يلينا عليه دلوقتي ده بس وبعدين عندي الجرافيت سيجمنت عبارة عن ايه اليوترس و اللي فيه الايجس ودول عبارة عن ايه عبارة عن lateral branches lateral branches بتاعت اليوترس اللي فيها الايج تمام خلص ده كده ايه بالنسبة ليكونو كوكاس جراني لودس المفروض بس نعرف كمان انه هو اللي يكونو كوكاس جراني لودس ده عبارة عن بارزايت بيعيش في السمول انتستن بتاعت الدوجيا اللي مش ليه نحنا خاص طب ايه علاقته بيه علاقته بيه اننا لو اننا لو اننا لو وكلت الايج اللي بتنزل من كوكاس جراني لودس اللي هي عمليها الجرافيت سيجمنت دي بيجيلي بيجيلي المرض اللي هو بيعمل الهايداتيد سيست في الليبر ده تمام بس فانيجي نتكلم بقى على السلايد الثانية اللي هي دي اسمها ايه اسمهاهاهاهاي داتيد سيند هايداتيد سيند عبارة عن ايه طيب الهايداتيد سيند ده المفروض انهو اعتقد احنا لو شرحنا الهايدات الى سيست الأول هنعرف نتصوره للساندivas أكتر نتكلم طبعاً في السيست الأول الهايدات الى سيست المفروض ان هو بيقولك ان هي كانت عبارة عن ايه عبارة عن 3 حاجات برا و6 حاجات جوا تمام؟ بت Immediately حاجات برا اللي هو رسمهم ليك هنا دلوقتي قالك ان دي عبارة عن ايه طبعاً اللي برا ده الليhr насколько واسمر قوي ده اللير لان هي أكتر ما كانت موجودة فيه في اللير وبعدين اللونج ادي الليفر وبعدين عندي مفروض اندي عبارة عن ايه الفايبرس لير الفايبرس لير دي انت اللي بتكونها يعني كأن مثلا عندي فيه foreign body foreign body دخل جسمك فانت كرسبونس منك جسمك هيعمل ايه هيعمل حواليه الفايبرس تس وعلشان يحجمه يعني علشان ما يخليهوش ينتشر لغاية لما يعرف فيه اضاع ليه تمام فانا عندي دي عبارة عن الفايبرس لير اللي بعدها على طول دي اسمها ايه the laminated non cellular layer دي اللي بيعملها البرزايت وبعدها على طول فيه طبقه ارفيعة خالص 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 هنا دي اللي انا لسه عامل عليها خط بالقلة من الرصاص اللي دي اسمها ايه the germinal layer تمام بعد كده دول ايه الثلاث حاجات اللي بره the fibers layer مني انا وبعدين the laminated layer من البرزايت وال germinal layer من البرزايت برضو germinal layer دي معناها الفايعة وكده بس هي اهم واحدة فيهم طيب غير كده نبدأ نتكلم بقى الحاجات اللي هي موجودة اللي جوه كان عندي فيه موجود ايه ستة حاجات ايه مش حيبانوا كلهم طبعا بس يعني احنا ممكن نتكلم عليهم شوية شوية اول حاجة رقم واحد قالك ان انت هتلاقي ايه اللي فيه scullesis scullesis دي اللي هي اللي هي الرؤوس بتاعت اللي احنا كنا لسه شايفينها فوق حالا دي اللي هيكت هنا دي فانت هتلاقي انه عندك ايه فيه scullesis تمام اعتبر ان ده scullex معلش اغفر لي ذلتي واعتبر ان ده scullex تمام ادي كده ده اول حاجة الحاجة التانية قالك ان انت ممكن تلاقي ان ممكن الجرمينا اللي هي اللي هي كت اخر طبعا لجوه ممكن تعمل invagination كده لجوه وبس يعني تعمل كأنها عاملة كيس وتحط فيه شوية scullesis معلش فضاء فراغ بقى فالصفة ايه بقى ده اسمه ايه يبقى ساعة اسمه بروت كابسول تمام يبقى يما scullex لوحده يما scullex موجود جوه الجرمينا الليير بدا اسمه بروت كابسول او الحل التالت ان انا عندي اللاميناتد لير اللي مع اللاميناتد لير مع الجرمينا الليير اللي اتنين مع بعض يروحوا عاملين invagination يعني تلاقي بتاع عامل كده وحط برضو جوها مسكوليكس يبقى ده ساعة اسمه ايه اسمها دوتر سيست اللي هي موجودة هنا دي اسمها دوتر سيست خلاص بس وبعدين بتلاقي كمان انه هو الفراغ ده مفوش مية يعني بيبقى فيه يبقى اسمه ايه اسمها هيداتد فليود هيداتد فليود يبقى احنا كده اتكلمنا على scullex والبروت كابسول والدوتر سيست والهيداتد فليود بعدين تالت حاجة اه ممكن ممكن اه ساعات المثلا الدوتر سيست او البروت كابسول دي تفرقع فتلاقي ال scullex عايمين في الفليود فساعتها اسمي ده هيداتد يبقى كده احنا قلنا ايه قلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة قلنا على تلات حاجات وبعدين ايه تاني ممكن كمان تلاقيه انت تلرسمة مش فاكرة ايه الخمسة مش فاكرة ايه رقم ستة بس ثم يعني ممكن نكتفي بدولة يعني على قد الامتحان خلاص اه بس فهو انا في الصورة دي عرض لك ايه عرض لك وبعدين عرض لك وعلى فكرة دي اقوى واحدة فيهم ما يغرقش ان دي فايبرس ادخن واحدة بس دي ادخل اقوى واحدة فيهم وهي اللي بتعمل يعني هي اللي مخلية الهايداتد سيست لها شكل مدور كده تمام اوكي بعدين عندي الحاجة اللي بعدها الهايداتد لير ولو جيش ايقول لك هنا ده تقول ان ده عبر عن دوتر سيست معتبر انه هو خد معتبر هو انه يعني هانيه حواليها الهايداتد لير على فكرة كان عندنا احنا كزا نوع من الهايداتد سيست اللي جايين عندنا في الامتحان هما نوعين اللي هو يوني لوكلر ده وفيه واحد تاني الفيولر هنتكلم عليه دلوقتي حالا يبدا فيما تعلق بالهايداتد سيست هو طبعا جاي بلاك سلايد فيها هييداتد سيست يوني لوكلر وجاي بلاك سلايد تانية بيعى فيها ايه السند الهايداتد ساند ده احنا كنا لسه قائلين من شوية انه كان عبارة عن ايه عبارة عن دوتر سيست فارقاعد فالكابسول اللي جوا اسمو ايه ده الاسكوليكس اللي جواها راحت يعني تفضوا بقى في الفلويد فبقى عندي كده هايداتد فلويد والاسكوليسز الاسكوليسز دي بعضهم هنلاقيها لونهم اصفر والبعض الاخر هلاقي لونهم احمر بعضهم هنلاقيهم الافوجينيتد افوجينيتد يعني طالعين لبره بارزين يعني ايه يعني كده دي بتتعبار بارزة يبقى دي افوجينيتد وفي بعضهم هيبقوا داخلي افوجينيتد دول هلاقي ان هو الروستيلا مباين تمام انما الافوجينيتد اللي هما الراس داخلة لجوا فهتلاقي ان البتاء عاملة كده مش هتلاقي في سكوليكس باين لبر لأ هتلاقي موجود لجوا كده خلاص يبقى ده عندي ده عبارة عن افوجينيتد ده ايه الافوجينيتد مش هتفرر مش هتسألك على كده بس انت بس تبقى عارف ان دي عبارة عن الهايداتد بعضهم بيبقالونه أصبر بعضهم بيبقالونه أحمر بعضهم افاجينيتد وبعدهم وبدأ مش مطلوب مننا باكتر من كده خلاص يبقى ده عبارة عن الهايداتد إيه تاني مطلوب مني ان انا اعرف النوع التاني بتاع الهايداتد اللي هو اسمه اسمه دا الطيب انا اعرف ازاي الطيب ده هلاقي انه الالفيولر ده مش محدد يعني تلاقي انه هو الول بتاعه كده خلاص نفس الكنتنس بس احنا كمان مش حنتسيل على الكنتنس قوي لانه مش مكتوبين في الكتاب يعني مش عاملين عليهم ليبلينج او كده بس هتعرفوا من ايه من ان هو الريجولر ليه الريجولر علشان ما عندوش الامينيتد لير احنا كنا لسه عايلين ان الامينيتد لير اللي موجودة في اليوني لوكيلر هيدات التبسان ليه موجودة هنا دي هي اللي مفروض انك بتعمل شكل المدور منينما انت تشيل اللي موجودة هنا فتبقى اي هتبقى اسمك الR بيبقى يسمعها الفيولر الفيولر مش حشان هي موجودة في ال Big Harpあるشان بتبقى شبه كأنك موجود في mang tissue بس هي تبقى موجودة في liver بردو تمام بسه اباديت خلاص ده كده فيما يتعلق بال굴 لي هاسم عن أي الفيولر اللي هاسمه اللي هاسمه مالتي لوكيلر هيدات expose إنما دي يوني لوكيلر هيدات تتسيست وبس مفيش حاجة تاني لو جيت كلا زالك على ديس ده عبارة عن عبارة عن ديس كنا سوفينه من شوية عبارة عن البلانتيديام كولاي التروفوزايد ودي عبارة عن كيدني شايب مايكرو نيوكلياس راوندد شايب مايكرو نيوكلياس ودي اللي بره دول عبارة عن السيليام وده عبارة عن ايه السايتو السايتوستوم وبس مفيش حاجة تاني إن شاء الله فيه كمان بس ثلاث سلاويدات في كتاب بتاع العملي نوريهم وبس بعد كده مفيش حاجة دي كتب موجودة في كتاب العملي ومش موجودة في الورق بيقول لك ان دي عبارة عن اللي ممكن يشاور لك هنا اللي فانت تقول ان دي عبارة عن أنا مش شايفة الجوت بصراحة بس هم قالوا إن هما الدكاتة قالوها في الساكاشن فانت تحسبا لأيها بل يعني ممكن يتعمل في الامتحان فانت تقول ان دي عبارة عن ايه السيمبل جوت تمام ده بالنسبة لانسيست مثل ساركاريا حاجة تانية كنت قلت لكم ان انا هوريكم الكفاليك إيليا بصورة اوضح دي عبارة عن ايه ده عبارة عن عبارة عن انتروبيس فرميكيولاريس ماليش دعوة طبعا ميل والفي ميل ان انا مش جايب للبستيرير اند اللي انا كنت بعرف عن طريقها اللي بس اعرف ان ده عبارة عن ايه ده عبارة عن دبل بلد اسوفيجس والاتنين اللي فوق دول الودانتين عبارة عن كفاليك إيليا تمام؟ واخر سلايد ان شاء الله اللي هي عبارة عن ايه البلانتيديام كولاي اللي موجودة في اللارج انتستن بس المفروض برضو تتعرفها عن طريق ايه ان هي كيدني شايب نيوكلياس تبقى كيدني شايب نيوكلياس وبس وبعدين هي مش باينا قوي بصراحة ان هي كيدني شايب هنا بس يعني هي دي والله الصورة الموجودة في كتاب العاملين ما عنديش صورة تانية يبقى كده احنا ممكن نقول ان انا لو جات لي صورة موجودة في تشو يبقى انت تتفكر في ايه صورة موجودة في تشو ايه بتاع الانتروبياس فرميكيولارس ايه بتاع بتاع او ممكن كمان انت تقول اللي هي اللي كونللسة شايفين البلانتيديام كولاي بس هي دي بصراحة مش واضح قوي او الحاجات الثالثة ان انت تتكلم برضو على الهايدات التسيس سواء كان يونيوكليار او الالفيولر اللي هو ايه مالتي لوكيلر دول الحاجات اللي هي مكنت موجودة في التشو او بس كده يعني غير كده ان شاء الله يعني يا ربنا يوفقكم بإذن الله وان شاء الله نحل كويس المرة دي ان شاء الله خير يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته